اكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة يده الله ورعاه بهمية العمل بين دول مجلس التعاون لدول الخليجة العربية وصولا لأهداف بيان العلا للحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق كل ما يعود بالخير على دول المنطقة تعكس حرص جلالة الملك المفدة رعاه الله على استمرار منظومة مجلس التعاون وتعزيز قوتها الاستراتيجية ودورها الإقليمي والدولي الفاعل في مختلف قضايا المنطقة وأشار سعادة وزير الإعلام بالاعتزاز إلى ما تضمنته كلمات جلالة الملك المفدة لدى استقبال جلالته اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من تأكيد على الأهداف السامية للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز الترابط والتنسيق بين دول المجلس وإشارة البيان لما يعقده مواطنو دول المنطقة من أمل باستعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي وتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بعيداً عما يعكر صفو المنظومة الجامعة التي نحرص عليها جميعاً وشدد سعادة وزير الإعلام على أن بيان العلا بما تضمنه من تأكيد على تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول المجلس وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس والحفاظ على الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة يعد سبيلنا لتجاوز التحديات التي تحدق بالمنطقة تحقيقاً للأهداف السامية بما يعود بالخير والنماء على دول المجلس وشعوبها الشقيقة وثمن سعادة وزير الإعلام توجيهات جلالة الملك المفدة بضرورة أن يتسم الخطاب الإعلامي بما يمثل القيم المجتمعية والعادات والتقاليد النبيلة الجامعة التي ترصخ وحدة الهدف والمصير المشترك لأبناء دول مجلس التعاون والابتعاد عن كل ما يخل بوحدة الهدف من إساءات وسياسات إعلامية تسعى لزرع بذور الشقاق بين دول المجلس تحقيقاً لأهداف دخيلة على مجتمعاتنا العربية الأصيلة شكراً للمشاهدة